اشتركوا في القناة بلقب سفير فوق العادة مفوض حيث تشرفت باداء القسم القانوني امام جلالة الملك المعظم وقد هنأ حضرة صاحب الجلالة رعاه الله السفيرة فوزية بنت عبدالله زينل واشاد بكفاءتها في تحمل هذه المسئولية الوطنية معربا عن تمنيته لها بالتوفيق والسداد في اداء مهمتها الدبلوماسية الجديدة وكلفها جلالته بنقل تحياته الى اخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة واخلص تمنياته لشعب مصر العزيز بدوام التقدم والرقي والازدهار وابدى جلالته حفظه الله توجيهاته السامية للسفيرة لتعزيز وترسيخ علاقات البحرين مع شقيقتها جمهورية مصر العربية والاهتمام بمصالح ابناء البحرين ورعاية شؤونهم والعمل على تلبية احتياجاتهم ومن جانبها رفعت السفيرة فوزية بنت عبدالله زينل اسمى ايات الشكر وبالغ التقدير والامتنان الى المقام السامي لصاحب الجلالة معربة عن عظيم اعتزازها بهذه الثقة الملكية السامية ومؤكدة بان توجيهات جلالته الكريمة ستشكل حافزا لها لبذل المزيد من الجهود والعمل على دعم وتنمية اواصر العلاقات الاخوية البحرينية المصرية اشتركوا في القناة